السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميدي تلميذاتي مرحبا بكم في الدرس السابع والعشرين من سلسلة دروس المرجع في الرياديات للسنة الثانية من التعليم البتدائي الحصة الأولى من إعداد الأستاذ راجع عنوان الدرس العمليات الحسابية الجزء الثاني نعم الهدف من هذا الدرس هو تمكن المتعلم من قراءة وكتابة ومقارنة وكذلك ترتيب الأعداد من 0 إلى 99 نبدأ بالوضعية نعم يملك سعيد 600 درهم الشرى سبع كتب تلوين بثمن 62 درهم للكتاب الواحد وأقلام تلوين بثمن 98 درهم نعم السؤال هو ما هو المبلغ المتبقي عند سعيد؟ نعم أنا أريد أن أعرف المبلغ المتبقي عند سعيد جيد للمعرفة هذا المبلغ علينا أن نمر من مجموعة من المراحل المرحلة الأولى وهي علي أن أعرف ثمن كتب تلوين إذن لنحسب ثمن كتب تلوين هو الشرى سبع كتب تلوين بثمن 62 درهم للكتاب الواحد نعم إذن العملية التي سوف أستعملها هنا هي عملية الضرب سبع كتب كل كتاب بثمن 62 درهم إذن أي 62 سوف تتكرر سبع مرات نعم ونكتب 62 مضروبة في 7 جيد ونبدأ الحساب 7 في 2 يساوي 14 أكتب 4 وأحتفظ بواحد فوق رقم العشرة نعم 7 في 6 يساوي 42 زائد الاحتفاظ يساوي 43 وأربعون إذن ثمن كتب تلوين هو 434 درهم والآن المرحلة الثانية وهو يجب أن أعرف ثمن المشريات سعيد الشرى كتب تلوين وكذلك أقلام تلوين نعم لأعرف ثمن المشريات هنا سأستعمل عملية الجامع نعم ثمن السبع كتب هو 434 زائد ثمانية وتسعون ثمن الأقلام ولنحسب أربع زائد ثمانية إثنى عشرة إذن أكسب إثنان وأحتفظ بواحد فوق رقم العشرة الآن سوف ننتقل لحساب مجموع العشرة الاحتفاظ زائد ثلاثة يساوي أربعة أربعة زائد تسعة يساوي ثلاثة عشرة إذن أكسب ثلاثة وأحتفظ بواحد فوق رقم المئات واحد زائد أربعة يساوي خمسة نعم إذن ثمن المشريات الذي اشتراها السعيد هو خمسمائة واثنان وثلاثون درهما الآن ثالث مرحلة وهو يجب علينا أن نعرف المبلغ المتبقي علما أن المبلغ الذي كان يملكه هو ستمائة درهم واشترى مجموعة من الأشياء ثمنها خمسمائة واثنان وثلاثون درهمان في رأيكم هذا المبلغ نقص من ماله أو زاد عنده نعم هل سعيد أعطاها للبائه أم أخذها من البائه نعم هو أعطاها للبائه إذن نقصت من عنده جيد لم يعد يملكها إذن سنزيلها من المبلغ الذي يملك وبدأ نقوم بعملية الطرح ستمائة ناقص خمسمائة واثنان وثلاثون ونبدأ الحساب صفر ناقص اثنان لا يمكن لأن صفر أصغر من اثنان إذن السلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص اثنان يساوي ثمانية جيد صفر ناقص أربعة لا يمكن إذن أضيف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص أربعة يساوي ستة جيد ستة ناقص ستة يساوي صفر وبالتالي المبلغ المتبقي عند سعيد هو ثمانية وستون درهامان نعم الآن خذوا الكتاب المدرسي الصفحة مئة وثلاثة وقوموا بجسابة طاريخ اليوم الثلاثة 12 مايو 2020 أو 12 خمسة 2020 لنبحث ونطبق باع أحد القرويين في السوق الأسبوعي خمس دجاجات بثمان ستة وتسعون درهاما للدجاجة الواحدة وبيضا بثمان تسعة وثمانون درهاما واشترى خضرا وفواكه بمبلغ مئة وتسعة دراهم نعم كم درهاما بقي عنده يجب علينا أن نعرف كم بقي لدى القروي من النقود أولا سوف نقوم بحساب ثمن الدجاجات الخمسة لأنه هو باع خمس دجاجات بثمان ستة وتسعون درهاما للدجاجة الواحدة نعم إذن قلنا دجاجة واحدة بثمان ستة وتسعون درهاما يعني خمس دجاجات أي كل دجاجة ثمنها ستة وتسعون درهاما إذن هنا سوف نوظف عملية الدرب ستة وخمسون مضروبة في خمسة خمس دجاجات ونبدأ الحساب ستة في خمسة يساوي ثلاثون أكسب صفر وأحتفظ بثلاثة نعم خمسة في ثلاثة يساوي خمسة وأربعون زائد ثلاثة يساوي ثمانية وأربعون وبالتالي ثمن الدجاجات الخمسة هو أربعمائة وثمانون درهاما نمر للمرحلة الثانية وهي حساب ثمن المبيعات جيد هو باع الدجاجات والبيض بالدجاجات بأربعمائة وثمانون درهاما والبيض بتسعة وثمانون درهاما إذن العملية التي سننجزها هي عملية الجمع لكي أعرف ثمن المبيعات ثمن الدجاجات الخمس زائد ثمن البيض وأبدأ بالحساب سفر زائد تسعة يساوي تسعة ثمانية زائد ثمانية يساوي ستة عشر أكسب ستة وأحتفظ بواحد جيد واحد زائد أربعة يساوي خمسة إذن ثمن المبيعات وخمسمائة وتسعة وستون درهاما أي ثمن خمس دجاجات زائد ثمن البيض يساوي خمسمائة وتسعة وستون درهاما نعم هو ذهب للسوق لا يملك شيئا باع دجاجات وبيض فحصل على خمسمائة وتسعة وستون درهاما ثم الشراء خضرا وفواكه إذن عندما الشراء الخضر والفواكه أعطى للبائع مئة وتسعة درهاما إذن هذا المبلغ هل سيزداد عنده أم سينقص منه هو أعطاه للبائع جيد سينقص منه إذن المبلغ الذي حصل عليه سوف نقوم بعملية الطرح خمسمائة وتسعة وستون ناقص مئة وتسعة وننجز العملية تسعة ناقص تسعة يساوي صفر ستة ناقص صفر يساوي ستة خمسة ناقص واحد يساوي أربعة وبالتالي المبلغ الذي بقي عند القراوي هو أربعمائة وستون درهاما جيد صغاري الآن المطلوب منكم هو إنجاز النشاط الأول الصفحة 103 أضع وأنجز العمليات المكتوبة على إطار الصورة إلى هنا نكون قد أنهينا حصتنا شكرا لحسن انتباهكم وإلى اللقاء شكرا لحسن أنتباهكم